قد طفح الكيل هكذا ترجم الرئيس التركي غضب بلاده حيال ما تتعرض له القوات التركية من هجمات في الشمال السوري تهدد أنقرة بعزمها القضاء على تلك التهديدات القادمة من التنظيمات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة نفد سبرنا حيال الهجمات القادمة من أراضي السورية سنقضي على التهديدات التي مصدرها من شمال سوريا إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة لقد طفح الكيل بعد الهجوم على قواتنا بحماية حدودها الجنوبية وللحفاظ على أمنها القومي تبرر تركيا وجودها العسكري في الشمال السوري لكن أي تحرك جديد قد يستدعي التوافق والتفاهم مع كل من واشنطن وموسكو حسب مراقبين من المؤكد أن تركيا ستتواصل مع الروس والأمريكيين قبل أي عملية عسكرية لكن ربما تكون تصريحات أردوغان رسائل لقادة مجموعة العشرين لتقوية موقفه خلال عقده اجتماعات مع قادة تلك الدول القلق التركي من تشكيل دولة كردية على الحدود الجنوبية يتردد صداه في الشارع التركي وهذا ما قد يدعم موقف الحكومة في اتخاذ قرارها إذا ما تحققت لها الظروف الدولية التقارب التركي الروسي خلال السنوات الماضية مكن أنقرة من الحصول على موطئ قدم داخل الأراضي السورية قد لا تروق لأنقرة اليوم الخريطة العسكرية هناك لكنها تدرك ضرورة تحقيق تفاهمات سياسية جديدة لإبعاد خطر من تصنفهم بالتنظيمات الإرهابية وذلك تفاديا لأي عقوبات سياسية أو خسائر اقتصادية أحمد غنام العربي إسطنبول